إن القميين كلهم مشبهة مجبرة بشهادة المرتضى المتوفى سنة 436 للهجرة قال السيد الشريف المرتضى المتوفى سنة 436 للهجرة إن معظم الفقه وجنهوره بل جميعه لا يخلو مستنده من من يذهب مذهب الواقفة وغلات وخطابية ومخمسة وأصحاب حلول وقمي مشبه مجبرة إن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا ابن بابوي المتوفى سنة 381 للهجرة بالأمس كانوا مشبهة مجبرة وكتوبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به فليت الشعر أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غل أو قمي مشبه مجبرة والاختبار بيننا وبينهم التفتيش في القرن الخامس الهجري قد شهد الشريف المرتضى المتوفى سنة 436 للهجرة شهادة حسية واقعية مؤكدة مؤكدة على أن القميين كلهم مشبهة مجبرة نعم كلهم مشبهة مجبرة كلهم مشبهة مجبرة دون استثناء لأحد منهم إلا ابن بابوي المتوفى في أواخر القرن الرابع الهجري سنة 381 للهجرة با شهادة سيد المرتضى على القميين قمي مشبه مجبر إن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم كانوا مشبهة مجبرة قمي مشبه مجبر فهل تصح روايات مدح قم والقميين وهم أصل ومنبع التجسيم والتشبيه وجبر جيم من الكسروية إلى خمسة قرون من التجسيم والتشبيه وجبرية ثبتت في قم والقميين دون استثناء بشهادة كتبهم وتصانيفهم والشريف المرتضى مشبهة مجبرة وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطيق به فهل يعقلوا إن أئمة أهل البيت عليهم السلام وجدهم الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يمدحون قم وأهلها المطبوعين على التجسيم والتشبيه والجبر بعد مجوسية الأكاسرة دال إن شهادة المرتضى المتوفى سنة 436 للهجرة الحسية اليقينية في القرن الخامس الحجري على كون القميين مجسمة مشبهة مجبرة تكشف مذهب صاحب التفسير ومبتدع كامل الزيارات ومدعي السفارة فيثبت أنهم علمته تجسيم وتشبيه وجبر وهم علي بن إبراهيم القمي المتوفى أوائل القرن الرابع الهجري صاحب كتاب التفسير الحسين بروح النوبغتي القمي المتوفى سنة 326 للهجرة السفير الثالث المزعوم ابن قولويه القمي من إفترى على الله كذبا المهندس الصخي الحسني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر